انا لا احمل اي اضافة انساني لكن احمل وجدان احمل محبة احمل تقدير انا معنديش تاريخ يعني بس يعني جزء من السيفي بتاعتي هو الكاتبة الكبيرة استيسا فاطمة المعدول هي عضو لجنة تحكيم جايزة المبدع الصغير اه بس هي واحدة من اهم الناس في مصر مش من اهم السيدات من اهم الناس في مصر اللي تقدر تقول كونت وجدان الاطفال بدءا من جيلي والاكبر سنة وانت طالع منورانا اهلا يا حبيبي لقى عندك تاريخ والله لا خالص من جيل عمر قديم من جيل عمر طيب يعني جيل انا دخلت الاصر كان عمر عنده بتاع 8 سنين وبوسينة كامل وناس كتير معاه ما انا مش هقدر اقول بوسينة لا انت اصغر منكم لو قلت السئة حسنا لا انت اصغر بوسينة بتكسفش بتقول سنة مش هتعتقني اه كان فيه جيل كده لطيف انا دخلت الاصر وهما جوم اه عمر لما جوزي مات عمران برملي بعشرة سين ونص قاعد يرسيه ويحكي علي فالصحابي قالولي ده جاب صرتك اكتر من جوزي اصلا مين اللي مش هيحكي عليك طب اعملي حقيقي حقيقي مين اللي مش هيحكي عليك يعني وانا بقول انه تكوين وجدان وتكوين عقل وحاجات زي كده وانت من يومك يا يوسف والله فالحوص منه والله من يومك من يومك جاي عندي تعمل معي حديث صحفي وانت صغير وشاطر ومتقطع وعلى فكرة اتنشر اذن في سمير اتنشر في سمير اه فيعني ما شاء الله عليك يعني والله انا ابدأ يوشي يا حمر بس انا الحقيقة مبسوط انبساط غير طبيعي انا كمان مبسوط اني معي هخش بقى في الشغل جايزة المبدع الصغير اه انا النهاردة وكنت بتكلم مع تقريبا خمسة او ستة من الولاد اللي فازوا بالجايزة ولقيت بتعبير اللي بستخدمه اللي مفوش انتقاص منهم عيال دول بقى يجننوا عيال شطرة وعيال عندها شخصية وعيال لمضة وزكية وبترد وحاجات زي كده فكنت بقول انه علشان اتطمن على بلد لازم اتطمن على العيال دول الاول طبعا اتطمن تتطمن اللي ولاد كويسين لكن احنا مقصرين ليه؟ بالرغم احنا فيه حاجات كتت موجودة اتلغت للأسف يعني مثلا قناة الاسر والطفل كتبت بسبيرو للأسف مبقتش موجودة لازم بقى فيه في مصر قناة اطفال لازم بقى فيه معرض كتب اطفال اتلغة فيه حاجات كتير اتلغت بعد ثورة 25 يناير وانا استغربت ليه؟ احنا احنا اغنية بيهم هم شطرين ومتقطقين مصر غنية مصر مش غنية بولادها بس مصر غنية بولادها وبالقوة اللي فيها الثقافية والاعلامية احنا عندنا كتائب من الناس اللي بتعرف تشتغل وعندنا بنية تحتية شوية ادارة شوية ادارة يعني انا شفت المؤتمر الصحفي اللي عملته الشركة المصرية الشركة المتحدة هم كتر خير ومفتكر الأطفال قالوا هنعمل برامج أطفال لا احنا عاوزين قناة أطفال ماينفعش ماينفعش الطفل المصري يتربى على لغة للهجة مش مصرية للغة أجنبية يعني والذات طفل ما قبل المدرسة يعني من 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 سنة دي وان لخمسة أثبت العلماء أن كل سنة بيتعامل سبعمائة شبكة كده ولا في بخه بيتكون سلوك بتتعمل فأنت بيتكون في السن ده فأنت لما بتسمعه مزيكة لما بتقراله لما بيتفرج على حاجات في التلفزيون في سنه وبعدين السن ده سهل تعمله والسن ده فيه شغل بينفع يتكرر كتير يعني اللي معمول من 10 سنين ينفع يتعمل يعني في ماس بيرو عندكم مخزون كبير مش هتكلفوها كتير تمال يقولوا شغل الأطفال مكلف أيوة شغل الأطفال مكلف لكن المردود بيبقى عالي جدا لكن الحقيقة القناة مش هتكلف كتير لأن فيه انت عندك عندك أساس انت مش هتبتدي من فراغ مزيكة بيرو عمل شغل كتير للأطفال زمان ممكن نقيد حاجات منه كنها من الحاجات الجديدة لكن لازم فيه قناة للطفل مقابل المدرس ولدنا كويسين لغاية دلوقتي ولدنا فيه منهم أهليهم واخدين بالهم فيه منهم المدرس واخدين بالهم لكن فيه منهم متسابين لحتة تانية غلط يعني أنا تملى أقول لو كل كل قرية ومدينة مصرية فيها مكتبة إلكترونية ومكتبة مش هقول أصر ثقافة كبيرة فيه 600 أصر ثقافة في مصر أو أكتر مش فاكرة دلوقتي لكن لو كل بلد فيها مكتبة الطفل مش هينصاع للأفكار المسمومة اللي بيقولها له هو صغير إحنا مش هنفضل نحارب الإرهاب والأفكار الوحشة بالجيش والشرطة ده مش عادل إن هم يبقوا لوحدهم ده مش عادل لازم إحنا لذلك يبقى ظهير فكري وثقافي ومعرفي أنا فكرة أنا إنتاجي الأدبي والمصرح وكدهitte أنا بعتبروش مجدي مع أن هو اللي جاب لي الفلوس وهو اللي جاب لي جوايز لكن مجدي إن أنا عملت أجيال إن أنا فتحت أصول الثقافة في الأقاليم إن عملت فرق في الأقاليم إن أصرت في الأقاليم إن كنت بعمل ورش لبتوع الأقاليم أنا عمري ما كنت من الأقاليم لكن أنا منحاذة للأقاليم وليذلك لما أتخرجت في نوم المصرحية قلت اشتغل في الثقافة الجمارية ما قلتش اشتغل في هيئة المطرح زي زميلي او في المجلس الاعلى او قلت الثقافة مع الناس لان مصر هي خارج القاهرة والمهمشين في القاهرة فانت كل حتة مهمشة او منطقة جديدة او منطقة قديمة اعمل فيها بيت الثقافة او قصر الثقافة من غير ما نتكلم على الارهاب هنحارب الارهاب بالثقافة والكتب المصرية فيها عن قبوله الاخر وعن التسامح كل حاجة بتوع الاطفال كتبوها احنا عاملين كتب هائلة هائلة بس المكتبات مفيش مش كتير هل المسألة بس في المكتبات انها مش كتير ولا كمان الكتابة والنشر للطفل ما بقاش كتير لا النشر للطفل شوف من يوم ما تفتح النشر في مصر للطفل من 1800 وحاجة لغاية التسعينات كان كوم ومن التسعينات لغاية ثورة 25 يناير كوم ليه جات يعني جات ظروف في مصر جات لنا مناقصة انطلق القومكم وكتبوا وطلع اجيال جديدة بالكتاب ومن الرسامين حاجة فخيمة وخدوا جوائز عالمية وحاجة يعني تسعي فيه شغل حلو في مصر ولما بتقفل دور النشر في مصر او ما بينتجوش كتير نتيجة ان ما فيش سوق كبير بيشتغلوا مع البلاد العربية ولادنا بيشتغلوا بارقام فلاكية عاوز اقولك يعني يعني يشرفوا كتاب ورسامين فيه بس يعني مثلا لما جات كورونا الدولة دعمت اللي ما بيشتغلوش كانت لازم وزارة الثقافة تدعم الكتاب اخيرا هيعملولهم مش عارفة يشتروا منهم ايه اخيرا كان لازم لان الكتاب سلعة حساسة سلعة رقيقة ما بتستحملش التقلبات السوق لان انت عندك الرغيف بس اظن اتعمل لو صح التعبير يعني او المصطلح سياسات داعمة للكتاب عن طريق الهيئة العامة للكتاب يعني قدمت مجموعات كبيرة بأسعار حلوة الهيئة العامة للكتاب لما تنتج مش هو ده الدعم للكتاب الدعم للكتاب انك تشغل قطاع خاص مكتبت القسرة لما تعملت ما تعميتش عشان تدعم الهيئة العامة ده الهيئة العامة كانت بتدعم الرسام والكاتب والنشر اذا مش هتدعم النشر انا عمري ما نشرته مش هنشر انا نشر حكومي أنا ستة ربيت في الدولة المصرية أنا بنت الحكومة المصرية والدولة المصرية لكن أعرف كويس أهمية القطاع الخاص وأفهم كويس السوق من غير القطاع الخاص مش هيقوم أبدا مهما تعمل لازم تدعم الناشر الخاص عشان دعم ماءة ظهرة تتفتح في القطاع العام عندك يعني أنا مرة صحفي قال لي و أنا كنت مسكة الفنون الشعبية قال لي لا أنا لا و ما بيعرفش يكتب على فكرة قال لي لازم أنزل السنة دي غزبا عنك دي شريحة لي دي ده حقي على الدولة حقي على الدولة أنه إحنا نعمل له مصرحية تأليفه وإخراك كل سنة ليه أقول لي ليه ويعملوله على فكرة الموهب هي اللي فاكم يعني أكتر واحد بيتعمله ومش مهم اسمه يتشير المهم ياخد الشريحة بتاعته ما يقدرش يقول ده لشقطاع الخاص لكن الدولة الناس بتطمع فيها عدم الموهبين بيطمعوا فيها الوسائط بتطمع فيها معلش أنا بقول لك أهو قال لي أنا قال لي غزبا عنك قال لي يا شريحة هو كده عمل حسابه بس الفايصل والحاكم المفترض أنه يبقى الموهبة بس طبعا إحنا طلعنا من القطاع العام الموهبة آه لكن في الآخر الموهبة هتسيبك وتمشي لأن حتى الوسائط في القطاع العام وحتى الشغل الفلوس قليلة يعني أنا رئيس التحرير كتاب قطر الندف والحمد لله عملنا ست كتب على المعرض السنة اللي فاتوا عاملين 12 السنة دي الله أعلم هيتطبعوا ولا لا لأننا بنطبع فائقة الكتاب يا رب الطب أعرفهم يعني السنة اللي فاتتبعوهم اتخطفوا من أول يوم عارف ليه؟ عشان سعرهم تلاتة جنيه مش هقولك أنا يعني عشان آه بزلت مجهود واشتغلنا واشتبه ورشة وعملنا بفكر القطاع الخاص ما عملناهوش ما لكلكناهوش ما عملناهوش وعملناهو طفل ما قابل المدرسة لأن ده سن صعب في مصر مش موجود وده أهم سن أهم لأنه صعب كمان صعب وبيترجموه فلما يبقى ترجموه بقى خايب لأن السن ده لازم تعمل البيئة بجد يعني ما ينفعش تقول للطفل ماما عملتلي صلطة مثلا تفاح او عملتلي مكارونا بالمش عارفة بالإيه بالأفوكاد وبالزاب فعملناه اتخطفوا الست كتب أنا مش هفتهو مش الغد دلوقتي راحوا فالسنة دي بنعمل 12 كتاب فبقول لأنه طبعا رخيص ومدعم وكويس لكن اللي هيكتب معاك أول ما هيتشير مش هيجيلك تاني لأن الفلوس قليلة بياخد مش عارفة الكاتب 800 جنيه والرسامة زن ألفاية ولا ألف وخمسمية دي مش أرقام دلوقتي في السوق بياخدوا بالثلاثة وبالعشرة وبالعشرين أه أه يعني في رسامين بياخدوا في الكتاب بره مصر بالعشرين والثلاثين ألف جنيه والاربعين ألف جنيه وفي كتاب مش هقول مين طبعا عشان ما يحسدونيش يعني فمش أرقام فدول بيبقوا ديسة صغيرين بتشتغل معاهم كتير يعني بنعمل شبه وارشة هو أول ما بيتفتح وأنا ما بزعلش طول عمر يقول الطيور الشطرة هتطير هتطير حتى ولادك هايسبوك هتش هيوك جنبنا في حجننا فاحنا نعلم ونطلع نلدي فرصة ويطيره ونطلع غيره طيب لو إنه الدولة عوزة تساعد الناشرين اللي هم قطاع خاص تقدم لهم إيه يعني؟ عاملة مكتبة الأسرة مكتبة الأسرة أنا عضو في اللجنة على فترة الدكتور هيسم بيقول إنها شغالة بس هو مش شغالة إزاي؟ هو بيقول أنا ما وقفتهاش بس ما فيش ما فيش ناشر جديد ما فيش طبعة جديدة لأ وبعدين أنت ما أنت لازم تعمل حاجة ما تمصمصهاش ما أنت أما تعمل الكتاب يكسب فيه نشر عشر عشر ساعة هيقولك لأ مش رنش مش هشترق أه وعصلا لازم هيدي المؤلف وهيدي الرسام لا بيدي المؤلف بس الرسام لا فما أنت مطمصمصهاش يعني يعني مكتبة الأسرة كانت داعمة للنشر وبعدين مش بس مكتبة الكتاب وبعدين إحنا لازم كمان ندعم حاجة مهمة جدا أنا لما حطيت الجايزة من ثلاثة أربعة ست سنين ما فيهموش يعني إيه اللي هي تطبيقات اللي عرفناها دلوقتي لما ولدنا كلهم مسكين ما بيستخدموا أنا شاب شاب نابه كان في اللجنة اللي قبل اللجنة دي قبل اللي قبلها قال نعمل عن تطبيقات فقلنا له يعني إيه تطبيقات يا ابني الشاب خريج معت سينما للأسف راح كندا وطوله يعني إيه يا أحمد قال لي تطبيقات يا مدون فاطمة وطوله مش فهمة ما هو تتعلم لازم تتعلم فقال لي كذا فهمت فحطينا الجايزة للأسف حجبوها كنت أنا مش موجودة كنت أنا سبت اللجنة وحجبوها ليه بقى ما فيهموش يعني إيه تطبيقات طب اسألوني فجابوا ناس حجموه قالوا لأ ما فيش مستوى يالتقن إحنا بنعمل الجوائز عشان تنشط السوق جوائز الدولة التشجيعية يعني ما يطلع الشاب كويس فالتطبيقات دي لازم نعمل لها دعم ما عاربش بقى وزارة الاتصالات وزارة الثقافة لأن لازم منسبش ولادنا يتفرجوا على راني وهاني وبتاع ثقافة مختلفة خالص يعني كمان لما جال كورونا زودت الحكاية لأن اللي ولاد ابتدوا يشتغلوا بالزوم ابتدوا يتعليقوا فكل الأهالي يعني أنا بنتي مثلا كان بتمنع بنتها أنها تمسك التليفون طبعا بعد كورونا ما قدرتش ولا الهواء ما بتروحش المدرسة هقولك حاجة بمناسبة القناة أنا أحفادي الاتنين في مدرس فرنساوي وبيكلموهم في البيت بالعربي الاتنين بيتكلموا مع بعض بالإنجليزي وأنا بطني بتتقطع أقولهم اتكلموا عربي يضحكوا ليه؟ لأنهم بيتفرجوا على المواد اللي بيتفرجوا عليها في التليفزيون وفي التطبيقات بالإنجليزي فأنت لما بتعملش قناة بتسلم ولادك لثقافات أخرى يا ثقافة خليجية يا ثقافة أمريكية يا ثقافة فرنسية الفرنسية لا الولاد مش حبينها ليه؟ أصعب الفرنساوي أصعب تعرف اللي اتنين بيكلموش ولا كلمة فرنساوي مدرس فرنساوي ولا كلمة يا حاجة تنقط لا الكبير خلاص طلعناها من الفرنساوي ورافها دخول طلعناها الثانية لسه لكن بيتكلموا إنجليزي الاثنين بطلاقة شو أصلا لا أنا زعلانة يعني لازم تكلموا عربي يعني فده نتيجة انه هما بيتفرجوا احنا أنا بقى هوا من بمبرك الجميل أنا بطالب سيادة الرئيس الشخصية بقناة للأطفال ومش هنرضى ببرامج فيش حاجة اسمع برامج عاوزين قناة أو أعملوا برامج بس عاوزين قناة مش عاوزين يتحكوا علينا لا أنا أعتقد إن هو في وجاه جدا أنا أعدى مرقباهم أعدى مرقباهم بيتكلموا هتلاقي الكل باسمع بص أنا أعتقد المسألة فيها وجاه أنا ما اشتغلتش الأطفال بحب عشان من كتره حبي للأطفال من كتره أنا اشتغلت الأطفال عشان حبيت الوطن عشان بعد سبعة وستين حسيت الكارثة قد إيه أنا كنت في أولى معاها تفنون مصرحية ودخلين تعرف فنون مصرحية بكلنا عشان نبقى نجوم حسيت قد إيه الوطن غالي والوطن مهم فنشتغل مع الأطفال والله يرحم الأستاذ ساعدة لما طلب ملاقى واحدة عاوزت تروح الأطفال استخافك منها كانوا بيهربوا منها بصفون مصرحية حبيت يا الله يرحمها كلمت وقال لها تهالي فقال لي أنت يعني عاوزتشغل في الأطفال ليه رحت قاعدة وحط رجلها رجل قلت له عشان حضرتك لازم نبدأ من البداية من الأطفال يعني فتديته بمخي فأنا يعني يعني أقول لك إيه عندي بانية ميني أسمع الأطفال يعني بقعد طول النهار أشوف ده كاتب إيه عن الأطفال ده قال إيه ده قدم إيه ده عمل إيه ده ما حصلش إيه الكريتك عندي عالي جدا ولا برضا ما عنديش رضا يعني كل ما يعمله أبص بس العارف لو كنا عمانة عارف لو كنا عمانة يعني الجائزة دي أنا مرسوطة منها وعلى فكرة فكرة إناس فكرة الوزيرة شخصية لأن فيه طفل راح لها وقال لها مرة كانت في قصر الثقافة وقال لها طب أنا أضمن منين لو أنا بألف على فكرة ونجح في القصة لو أنا بألف ما يسترقوش قصتي فهي اللي فكرتها وعملات أنا فرحانة بيليولاد وفرحانة بيهم بس شايفها لازم ننجح 50 طفل لأن إحنا عندنا 14 مليون طفل أو أكتر في المدارس وعندنا 39 مليون طفل تحت 18 سنة فلنطلع كل سنة 50 طفل ما هو تعاوزين نوسع نطاق أعمل إيه طب هنا أشوزة فاطمة تفتكري أنه مهم إن إحنا نعمل مجموعات مختلفة من الجوائز يعني وحدك بتتكلمي هي مجرد فكرة جات على بالي طب ما أنا أعمل جايزة إبداعية جوه كل محافظة وبعدين أقدر أصف المجلس نفسه إحنا عاملين اللجنة اللي هي لجنة في نون الطفل لسه مثل يعني مطلعين النتيجة قبل الجايزة دي جايزة الدكتورة السوري الألماوي إحنا سببناها السوري الألماوي ليه؟ السوري الألماوي من أوائل اللي ناس اهتمت بثقافة الطفل طب وهي اللي عملت لجنة ثقافة الطفل في المجلس فده حقها علينا فإحنا بيحصل بيحصل بس دي لجنة كبيرة ضخمة دي مسابقة ضخمة والعائد المادي كبير فهتاكل كل يعني مفيش مانع لكن أنا كنت أتمنى تتسع أن يبقى كل كل يعني فرع يبقى فيه خمسة ستة فائزين أنا ما بحبش حكاية واحد بس يفوز أو اتنين ما بتعجيبنيش طب من وقع متابعتك للجايزة بتاعت السنادي دي حسيتي أنه فيه كم من المواهب يستوعب أن احنا نطلع خمسة وعشر طبعا هي اتعملت في ظروف صعبة جدا اتعملت في ظروف كورونا المدرس مقفولة لكن فيه تحديات واشتغلنا والله بما يرضي الله والوزيرة كانت مهتمية جدا أو الوزيرة أشوفها تهتم بجازة أطفال بصراحة وما كانوا بيهتموا عشان مادام سوزان مبارك لو يهتموا بحاجة يعني أي حد في الحكم يعني بصراحة يعني لكن هي كانت مهتمية جدا الحقيقة يعني ويعني بجد يعني فمهتمية وبتابعنا وبتحضر معنا كثير يعني بصراحة كانت مهتمية وكان فيه تحديات وعملنا بزلنا واللجان على أعلى مستوى عاوزأقولك مش نصو نصو ولا ربع ربع على أعلى يجانة التصدرات ناس محترمين جدا اللجانة العليا احنا اللجنة الكبيرة بقى اللجنة الاستشارية دي لكن اللجان اللي هي يجانة تحكيم على أعلى مستوى فبالتالي كان فيه شفافية لحد كبير والله أنا مثلا لجانة اللي أنا أعرف عنها كانت هايلة ناس محترمين جدا مسكنها فآه طبعا كان فيها وكويس ان هم بازلوا المجهود ده وكويس الحمد لله انها طلعت كده وانا اتوقع انها تكبر وتكبر وتبقى نطلع خمسين طفل كل سنة طب انا عايز افكر ما حدد بصوت عالي مش عارف الفكرة بتاعتي دي صح ولا غلط وهل هي سليمة ولا ما هيش سليمة انه ليه الولاد اللي كسبوا في الجايزة دي تطبع ليه ما تطبعش الحاجة بتاعتهم وتصبح مطروحة ما انا فيها تصبح مطروحة جوة مش هعتبرها جزء من المنهج الدراسي بقدر من انها تبقى جزء من المطالعة المدرسية فانا اشوف ان قاعد في الفصل كده اصلا لو قاعد في الفصل مثلا ولقيت ان في حد كسب وهو قدي كده جايزة مثلا في الشعر في القصة القصيرة في المسرحية ما انا هتغاز يا استاذ يوسف طب ياخدوا في المنهج شغلنا احنا الاول ولا ياخدوا شغل الكتاب الكبار توفيه الحكيمة اجيب بعبوز هياخدوا شغل يعني ايامي كم بيحصل كده الى حد ما خفت قوي يعني ياخدوا بس شغل يعني بدل الحاجات الركيكة اللي بتتعامل دي يعني مؤخزة ياخدوا شغلنا احنا عاملين شغل حلوة قوي مش انا الوحدي كلنا كل واحدة كل اللي كتب تلات اربع عنده تلات اربع كتب مستربيس يعني الاطفال الاطفال اعتقد اللي هيتبع لهم المركز القومي للطفل هل صح انها تبقى متوزعة على المدارس كلهم على حسب فئة تتوزع على أسر الثقافة فئة العمرية تتوزع على أسر الثقافة ما هو على أسر الثقافة هتبقى موجودة جوه المكتبة فانا يا خدتها يا مخدتها لا المدارس ما تنفعش هقولك ليه هي محاولات يعني مثلا المسرح فان مركب وصعب البنت اللي طلعت الأولى اللي عندها تسعة أزن سيليا كلمتك سيلينا رائعة دي خارجة أسر الثقافة في الأقليم درت ان يعني كان معايا حد من لجانة التحكيم قال لي لا البنت دي مش هاللي كاتب قلت له أنا من كتر قلقتي بشغل الأطفال دلوقتي بقال لي فانا أقدر أعرف بعرف لا بعرف مين اللي ملي ومين اللي أب ومين الأم وكده يعني فدخلت انت بقى قالت في أسيوت ومعانا الأستاذ مش هارفة إيه والأستاذ إيه ولادنا وصحابنا والأستاذ فلان وأصل أنا مثلت من هنا عندي خمس سنين فعلى طول شطرة قوي دي أبهرتني أنا عاد تتكلم معها على كليفون هي كمان متمرنة من صغرها مزروعة فلم قلت لها قالت لي روحت مع خالي ها 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 فهي هنا هنا أسر الثقافة أسر طبعا لو أنت بقى فتأفق يعني في كل مكان مش عاوزين أسور كبيرة الفخيمة اللي ما بتعرفش ما بتلاقلهاش فلوس للصيانة ما بتلاقلهاش فلوس للنظافة عشان لما تعمل حاجة زي الأبرة ساعد في فلاحين أو نقدر نعمل بيوت صغيرة دور الثقافة قاعة متعددة الأغراض فيها كمبيوتر كمبيوترات ومكتبة ممكن يرسموا يغنوا يبقى كتر خير الدنيا في كل قرية مصرية ثلاث تلاف قرية اعمل قاعة متعددة الأغراض واعمل جيل من الثقافين أو جيل من يعني نسميهم إيه إخصائي ثقافي يجوا يتمرنوا نمرنهم كيفية توصيل المفاهيم الحديثة عن طريق الفن أنا عاملك تابعا كده كيفية توصيل المفاهيم الحديثة عن طريق الفن يعني إيه تعلم الأطفال حقوق الطفل عن طريق الفن يعني إيه تعلم الأطفال قبول الآخر عن طريق الفن يعني ايه تعلم الاطفال الوطن عن طريق الفن هو ايه الوطن انا عملت الوطن ده كتاب ومسرحية وفيلم حسن بيسأل بيغني للوطن كل يوم فبيسأل فين الوطن فسأل الشجر قلت له لا انا حتة من الوطن الارض انا حتة من الوطن الامر قال له لا انا بروح ويمشي الشمس النيل لغاية لما راح لجدته قالت له الوطن مدرستك الوطن ابوك امك صاحبك جورج ابن خلتك نادر النوبي الوطن هو انا وانت قال احنا الوطن ايه بتزعلان بالعكس كتاب بسيط بسيط بسطة الماء وعملنا على فكرة اللي عملهولي كارتون كان بيشتغل حسن عبدالغاني عبقري عبقري كارتون وعبقري خيال ضل ده ممكن يعمل لوحده برامج للاطفال ما قبل المدرسة ومش هيكلفكوا كتير لكن هما فين محاش بيقولوا هنعمل برامج لاطفال كلموا الناس بتوع الاطفال ما حاجة ما يكلموناش ما عنديش قلم يعني بس وارد جميل بس فين قبل فضيلة خلاص يعني يعملوا بقى شغل قبل فضيلة اللي كان بيكتب لها الأستاذ عبدالغاني يوسف عادي كتب لها خمسين سنة وبعدين الأستاذ ندرة بالفتوح ناس عظام ناس كبيرة قوي وكلام جميل كل يوم حكاية وأغنية وإيه ده السجعي ده والأداء الحلو ده طيب فين ما احنا موجودين لكن ما بقاش فيه الوعاء اللي ياخدك لازم قناة أطفال يعني مش هتنازل يعني أنا الحقيقة أضم صوت وصوت حضرتك جدا فكرة أنه نعمل الحاجتين يعني نعمل إنتاج برامج للأطفال وأفلام للأطفال ونعمل مش هتعمل من غير مش هتعمل من غير بقى فيه قناة اعمل قناة للساعة 5 لسن ما قبل المدرسة ومن 5 لعشرة لسن بعد من 12 طب هل إنه لو لو صح الكلام يعني عصر البلاتفورم عصر المنصات يغنينا عن مسألة القناة لا لاز كل حاجة بقت على الموبايل والكمبيوتر والتابل ما هي مش هيجيبه مصري احنا اتفقنا لا ما نهنتك حاجات احطها على المنصات طب ده هيتوف السكة انت الطفل الصغير أمه عاوزة تقعده قدام حاجة مضمونة احنا مش عاوزين نتور عاوزين نقول مصر بتعمل ده في الصميم واخد بالك مصر بتعمل ده ما هو المنصات هيفتح هيشوف بقى كوري وهندي وامريكاني وانجليزي عمدنا منصات نحنا برضو واشت وهو صغير خليه يتفرج على مصري هم عاملين يعني الوزيرة نبيلا مكرم عاملة اتكلم مصري مش بس الكلام مصري ما هم هي بتتكلم عن الولاد اللي في الخارج انا قلتلك احفادي بكلبوش مصري واحنا بنكلمهم عربي ايه رأيك بقى لازم تعملوا مقاناة للأطفال المنصات مش هتغني أبنا إلا الأطفال سواء في حاجة يمكن يصناع سقيلة بيقولولي ان احفادي بيختم لكن انا في عندي بقى حاجة في مخي وحاجة صحيفي انا وغلطان هو فيه أزمة موجودة عند جيل الأبهات والأمهات بتوعلي ومن دولة لهم الناس اللي قد حالتي كده في حاجة غلط جوه المخ حقيقي مش هزار لأنه أصبح فيه جانب كبير جدا بيشجع عالو على أن هم يتكلموا بكل اللغات الممكنة غير اللغة العربية فمسلا تلاقي الأم بتنادي على ابنها مسلا ايه عبدالله تعالى مش عايز تشرب ووتر ووتر ايه نو 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 ما تقولي له لا بس على فكرة أنا عاوز أقولك جيلكم أحسن من جيل قبليكم جيل قبليكم أحسن من جيل قبليكم لا أعتقد لا كويسين جدا بيبقوا مهتمين بأولادهم بيروح الأم بتتسحل بتروح النادي توديه توديه المدرسة أو زي اللعب صح ويعزة موسيقى صح ويجيبه ويجيبه لكتب لا زي الفل ستات زي الفل هو ده صح ويجيبه زي الفل لا لا بيتسحلوا الأمهات تحديدا بيتسحلوا هي الحتة دي نتيجة ايه بس غالبا دي طبيعة الأمهات أنا هم مسحولين مع عيالهم طول الوقت لا تواع زمان جيلي أنا يعني جي الأمهاتي ما كانوش مسحولين كان هوانم الجيل بتاع حضراتكم على طول مشغولين بالعيال أنا كنت مسحولة بولادي وبغوزي وبكله لكن بس يعني يعني هم بيكلموا انجليزي ليه لأنها بقت السائدة حتى في الميديا لكن انت لو عملت برامج عربي هتقعد جنبه لأنها بتقعد تتفرج معاه الأجنبي بالأجنبي ولا فيه هوس برجوازي يعني أنا برضو طبعا فيه طبعا فيه فيه هوس برجوازي لو لما هنكلمهم بلغات كده فيبقى احنا ناس شيك قوي ما هو بص ده موجود احنا مش هنصلح الناس احنا مش هنقدر نصلح الناس لكن نصلح ولادنا اللي طلعين يعني احنا هنبتدي من صغلاني ما انت هو طلع زي الفل هو يعني مواجي بردو ماما كان صحفية بس دايما كنا حاتفين شمال يعني طول الوقت احنا والله واللي حاتفين يمين بردو كانوا كويسين واللي أهل اهم صحفين كانوا حاتفين يمين كانوا كويسين بردو قد يكون المسألة بردو متعلقة بجيل جيلة ربا بطريقة معينة في أجواء معينة بمد فكرة المناخ العام هو اللي عمل ده انت طول ما انت ماشي كلمات بالانجليزي برامج بالانجليزي حاجات كده وقديك قلت المنصات لازم نأمل لولدنا حاجة لوحدهم يا رب انا مبسوط جدا وسعيد وفرحان انا سهد لك انا ما بصهرش انا عارف انا عارف وبعدين اصلا فرحتي فرحتين يعني وانا كمان حقيقي مش هزار يعني مش ضفة عادية بالنسبة لي على الاطلاق والله وانت كمان يعني جزء من تكويني انا وجيل كامل انا كمان ببقى سعيدة لما بشوفكو بقلبي بيرفرف انا لما رحت لازاعة محمد نوار مامته صاحبتي وانا شوفته قد كده فبقول له مش عارف ايه رئيس ازاعة قالول لي محمد نوار قلتوا محمد نوار مين عناية رغرغت دموعي نزلت بشي مصدقة دخلت زي ما عملت كده زي ما دخلنا للستوديو اه يعني ما بصدقش اطفال الامس بقم رجاله حاجة تشرح نعم شعراء بيضو اللي ايه تشرح انا مشكورة جدا 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 منوارتينا وشرفتينا وان شاء الله وان شاء الله يا رب نشوف قناة اطفال حلوة جديدة متميزة في اقرب وقت ممكن ربنا يا خليك كل الشكر لكاتبتنا الكبيرة جدا جدا اللي اقدر اقولك حقيقي من قلبي يعني انه صانعت وجدان هذا الجيل السيدة فاطمة المعدول نورتنا وشرفتنا يا بغتي وما فيش فاصل هو خلصة الحال انا مش عايز اقولك او لا صح عايز اقولك انا عارف كويس انه امهات الجيل بتاعنا تحديدا جيل بتاعي والجيل بتاع امي هما تعبوا على تربيتنا وامرطاتنا تعبوا قوي في تربيت عيالنا لان احنا طول الوقت مسحولين في الشغل بس ممكن ما تكلموا همش انجليزي وما تكلموا همش فرنساوي لانه ده ما فيوش اي شياكة على الاطلاق خالص الشياكة الحقيقية هي انك انت تتحفظ طول الوقت على ثقافتك لا تتوقفوا عن التفكير ونقابلكم بكرة لو كان هذا العمر سلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة